موسيقى نشرة والأخبار من قناة الأخبار المنغربية اهلا بكم اكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة امس الخميس ان اسعار الكتب المدرسية لن يطرأ عليها اي تغيير خلال الدهول المدرسي 2022-2023 الوزارة ذكرت في بلاغ لها انه لتأمين توفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبالعدد الكافي في الدخول المدرسي المقبل وتفاديا لأي زيادة في اسعارها وصعيا من الحكومة الى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية اصدرت قرارا مشتركا مع وزارة الاقتصاد والمالية يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشرية الكتب المدرسية وذلك بعد سلسلة مشاورات مع لجنة الاصغار المشتركة بين الوزارات نفتح الملف الدولي من اوكرانيا حيث تعتبر زاباروجيا اكبر محطة لطاقة النووية في اوروبا هذه المحطة تعرضت في الاسابيع الماضية لاطلاق نار وهي موضوع نقاش بين روسيا واوكرانيا حيث حذرت موسكو امس الخميس من مخاطر حدوث كارثة نووية المزيد نتفاصيل في تقرير لامينة الصياد تحضيرات وتنبيهات بين اوكرانيا وروسيا حول اكبر محطة نووية في اوروبا محطة زاباروجيا في جنوب وسط اوكرانيا والواقعة تحت سيطرة القوات الروسية منذ فبراير الماضي تعد نقطة حمراء في الملف العسكري بين البلدين روسيا حذرت من مخاطر وقوع كارثة نووية في المحطة متهمة اوكرانيا بالتخطيط الاستفزاز خلال الزيارة المرتقبة للامين العام للامم المتحدة انتونيو غوتاريش وزارة الدفاع الروسية اعلنت ان المحطة قد تغلق اذا وصلت القوات الاوكرانية قصفها في خضم ذلك دعا غوتاريش الى وقف جميع المعارك بالقرب من محطة زاباروجيا في حين لا يزال الطرفان يتبهدلان الاتهامات هذا وقد حذر لامين العام للامم المتحدة انتونيو غوتاريش من ان الحق اي ضرر بمحطة زاباروجيا النووية في اوكرانيا سيكون بمثابة انتحار تفاصيل اوفا في تقرير حمزة الخطر هذه هي محطة زاباروجيا النووية اكبر محطة في اوروبا كلها او لنقول هذه هي محطة القلق الدولي والخاصر الرخوة في النزاع الدائر بين موسكو وكييف والتي باشتعالها قد تحدث كارثة تضاهي كارثة فوكوشيما بحسب خبراء الامين العام للامم المتحدة انتونيو غوتاريش قال بان اي ضرر محتمل لزاباروجيا سيكون بمثابة انتحار مجددا دعوته الى جعل المحطة منطقة منزوعة السلاح وبعد ان اعرب عن قلقه البالغ حيال الوضع في اكبر محطة نووية طالب غوتاريش بعدم استخدامها في اي عملية عسكرية مهما كانت وتابع انه لا بد من اتفاق عاجل لاعادة زاباروجيا منشأة مدنية فقط لضمان امن المنطقة من جانبه اكد الرئيس التركي رجب طي بردغان دعم بلاده الاوكرانيا مبديا قلقه من خطر حصول كارثة تشيرنوب الاخرى في اشارة الى الاخطار التي تحوط بمحطة زاباروجيا النووية عثمان الطاهري تابع الموضوع لقاء ثلاثي في لافيذ هدفه الاول انهاء الازمة بين روسيا واوكرانيا عنوان ابرز تصدر المشهد وفي الصورة رئيس تركيا رجب طي بردغان الذي عبر عن اسفه لما يحدث داخل مظلة هذه الواقعة رئيس التركي ومن خلال مؤتمر صحفي كان في جانبه الرئيس الاوكراني فلودمير زيلنسكي علامين العام للامم المتحدة انتونيو جوتيريتش وقال في وقت نواصل جهودنا من اجل حل كنا وسنبقى الى جانب اصدقائنا الاوكرانيين مضيفا بانه في تواصل مع الرئيس الروسي فلودمير بوتين من اجل وقف الازمة الامين العام للامم المتحدة انتونيو جوتيريتش من جهته ومن خلال نفس اللقاء حذر من ان الحاق اي درر بمحطة زاباروجيا النووية في اوكرانيا سيكون بمثابة انتحار في وقت تتبادل فيه كييف وموسكو الاتهامات بقصف الموقع من جانبه قال الرئيس الاوكراني فلودمير زيلنسكي ان بلاده ترفض اجراء مفاوضات سلام مع موسكو قبل الانسحاب المسبق للقوات الروسية من الاراضي الاوكرانية لوفيف اذن فتحت يديها لقمة ثلاثية رفيعة المستوى يهدف نقاشها في الاساس بدرجة اولى الى وقف اطلاق النار وانهاء الحرب الروسية الاوكرانية ننتقل الى البرتغال حيث شهدت البلاد صباح امس الخميس فترة هدوء بخصوص الحرائق بعدما اعلنت السيطرة على النيران في منتزه سيرا داستريلا في وسط البلاد فيما اضعفت الامطار حريقين كبيرين بمنطقة بلانسيا الاسبانية التقرير لوليد حميدي علوي شهدت البرتغال صباح الخميس فترة هدوء على صعيد الحرائق بعدما اعلنت ان الحريق تحت السيطرة وحسب جهاز الدفاع المدني البرتغالي فان الحارق تحت السيطرة لكن لم يتم اخماده بعد هناك عمل كثير سيتواصل في الايام المقبلة واوضح المصدر انه لا يزال ممكنا ومرجحا كثيرا ان يحصل تجدد للميران لكن الجميع يأمل ان لا تكون نسب ذلك مقلقة وكان لا يزال نحو الف عنصر اطفاء يعملون صباح الخميس على الارض بحسب معلومات الهيئة الوطنية للدفاع المدني وفي اسبانيا اضعفه طول الامطار ومعها تدني درجات الحرارة بشكل كبير حرقين كبيرين ضربا منطقة فالينسيا وفق ما اعلنت السلطات واجهزة الانقاذ وكتب رئيس منطقة فالينسيا شيمو بوتش في تغريدة اخيرا نبأ انصار المطر وتدني درجات الحرارة سمحا باحتواء الحريق في فالديبو واكدت اجهزة الطوارئ في المنطقة ان التساقطات التي راوحت ما بين 14 و20 ميليمترا من الامطار خففت السنة لهاب الى حد انها جعلتها تختفي في كل المساحة واتى الحارقان في بيخيس وفالديبو على قرابة 25 الف هكتار من الاراضي وارغم نحو 3000 شخص على اخلاء منازلهم ابدى مسؤولون في اليابان والصين عزمة بلديهما على مواصلة الحوار من اجل بناء علاقات ثنائية ايجابية ومستقرة بغد النظر عن التوترات المتصاعدة بشأن تايوان تفاصيل اوفا في تقريل رغدا قبوري بغد النظر عن التوترات المتصاعدة بشأن تايوان اليابان والصين عزمتان على مواصلة الحوار من اجل بناء علاقات ثنائية ايجابية مستقرة الحكومة اليابانية ذكرت في بيان صحف ان الامين العام لسكرتارية الامن القوم الياباني خلال اجتماع في مدينة تيانجين الصينية قدم احتجاجا لمسؤول السياسة الخارجية الصينية بشأن التدريبات الاخيرة التي عجرتها بيكين بالقرب من تايوان المسؤول الياباني جددت تأكيد على اهمية ارساء السلام والاستقرار عبر مديق تايوان ومن جهتها الحكومة الصينية تؤكد ان تايوان جزء لا يتجزأ من اراضي الصين وان مسألة تايوان تتعلق بالاساس السياسي للعلاقات الصينية اليابانية والثقة الاساسية وحصن النية بين البلدين وعلى اثر الدروف السياسية الحساسة بشأن تايوان توكيو وبيكين تستعدان للاحتفال بالذكرى الخمسين على تطبيع العلاقات الدبلوماسية الشهر المقبل المسؤولون الامنيون عزمون على مواصلة الحوار من اجل بناء علاقات ثنائية مستقرة اعلن مركز مكافحة الامراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الامريكية ان حصيلة عدد حالات الاصابات بجدري القردة بلغ 13.517 حالة في مختلف الولايات الامريكية جدري القرود ينتشر عادة من انسان الى اخر من خلال الاتصال المباشر بالطفح الجلدي المعضي او سوائل الجسم كما يمكن ايضا ان ينتقل من افرازات الجهاز التنفسي اثناء الاتصال المطول وجها لوجه او اثناء الاتصال الجسدي التقرير لحمس الاختر شيئا فشيئا ترتفع اصابات جدري القردة في الولايات المتحدة لتبلغ 13.517 حالة بيان للمركز الامريكي لمكافحة الامراض والوقاية منها ذكر ان حالات الاصابة بلغت 2675 حالة في ولاية نيويورك الامريكية وحدها ويليها ولاية كاليفورنيا التي سجلت 2356 حالة وولاية فلوريدا ب1346 وجورجيا ب1333 حالة وزارة الصحة الامريكية تخطط لتوفير مليون وثمانمائة الف جرعة اضافية من اللقاح المضاد لجدري القردة جينوس ابتداء من الاسبوع المقبل مما سيمكن الولايات والبلديات من الشروع في طلب المزيد من جروعات اللقاح قبل الموعد المرتقب اوصى خبراء منظمة الصحة العالمية بان يتلقى الاشخاص الاكثر تعرضا لفيروس كوفيد-19 زرعة ثانية معززة لتعزيز منعتهم واعلنت اللجنة المعنية بسياسة التلقيخ في المنظمة انه بعد التطغيم الاول الذي يتكون عادة من جرعتين وجرعة اولى معززة على مجموعات محددة من الاشخاص تلقي جرعة اضافية كما اوصت منظمة الصحة العالمية بان يتلقى جميع البالغين جرعة معززة بعد اربعة الى ستة اشهر من اللقاحات الاولية والتي تشمل ايضا جرعتين الى نيوزيلندا حيث عثر على رفاة طفلين في سن المرحلة المدرسية الابتدائية بحقيبتين تم شراؤهما خلال مزاد بمستوضع في مدينة اوكلاند النيوزيلندية وفق ما افادت به الشرطة ورجع احد المفاتيشين ان تكون هذه الجثتاء الطفلين محفوظتين منذ سنوات مشيرا الى انهما في سن يتراوح بين خمس وعشر سنوات تفاصيل اوفا في سياق التقرير التالي لأسامة العمراني نادرا ما تقع جريمة قتل مماثلة بهذه الطريقة البشعة خصوصا في بلد مثل نيوزيلندا الذي يندرج ضمن قائمة الدول المسالمة والخالية من الصراعات حيث تم العثور على طفلين في حقيبتين بمدينة اوكلاند البقايا البشرية ترجع لطفلين في سن المرحلة المدرسية الابتدائية وجدوا في حقيبتين تم شراؤهما من طرف عائلة خلال مزاد بمستودع في المدينة وفق ما افادت به الشرطة ورجح احد المفاتيشين ان تكون جثتي الطفلين محفوظتين منذ اعوام مشيرا الى انهما في سن يتراوح بين الخمس والعشر سنوات ذات المتحدث اوضح ان لا علاقة للأسر المشترية بالوفاة لكن الاكتشاف تسبب لها بصدمة وتعمل الشرطة على فحص الاغراض الاخرى التي اشترتها العائلة ضمن المقتورة سواء كانت ادوات منزلية او مقتنية شخصية لتحديد هوية الضحيتين وطلبت الشرطة النيوزيلاندية مساعدة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول رغم انها تعتقد ان ذوي التفلين موجودين في نيوزيلاندا نهاية النشرة بالخبر الرياضي حيث ذكرت الصحف الانجليزية ان كازيميرو لاعب وسط منتخب البرازيل ونادي ريال مدريد الاسباني في طريقه الى الانضمام الى صفوف منشستر يونايتد الانجليزي بعد توصل الناديين الى اتفاق بهذا الشأن اسمى العمراني والتفاصيل يواصل نادي الشياطين الحمر سعيه لتدعيم صفوفه بعد البداية الضعيفة للموسم التي تكبد خلالها هزيمتين في اول جولتين من الدور الانجليزي الممتاز امام كل من برايتن وبرينتفورد وبعد توصل فريق منشستر يونايتد الانجليزي ونادي ريال مدريد الاسباني الى اتفاق بشأن صفقة انتقال النجم كازيميرو سينضم لاعب وسط منتخب البرازيل الى صفوف الشياطين الحمر حسب ما ذكرت الصحف الانجليزية كازيميرو البالغ من العمر ثلاثين عاما سيوقع عقدا لمدة اربع سنوات مع امكانية اضافة سنة اخرى بعد خضوعه للفحص الطبي نهاية الاسبوع حيث برغت الصفقة حوالي سبعين مليون يورو ويملك كازيميرو خبرة كبيرة بعد تتويجه بطلا لدور ابطال اوروبا خمس مرات بالاضافة الى كونه احد ركائز منتخب البرازيل على مدى السنوات الاخيرة نادي الشياطين الحمر لا يزال يحاول تعزيز صفوفه لا سيما في الجبهة الامامية وتحدثت الصحف عن امكانية ضم البلجيكي يانيك كاراسكو من ريال مدريد الاسباني او الجناح الهولندي كودي جاكبو من ايندهوفن او الجناح البرازيلي انتوني من اياكس مع امكانية التعاقد مع مهاجم تشيلسي الامريكي الدولي كريسيان بوليسيتش على سبيل الاعارة نهاية النشرة تفاصيل اوفع نكبر المغرب والعالم تجدونها على موقعنا الالكتروني انفات كان تيفي بوايما تحية لكم الى اللقاء